اتمنى تكونوا بخير. صديقنا نوه لها نقطة كثير هامة اين تتوضع او تتركز السموم. قال انو بالرأس بزيل السمكة بتكون فلتر للمياه ضمن السمك. انا رح جاوبك بطريقة علمية والهي بتنبع من دراستي ومتل ما بتعرف عندي دكترة بالكيمياء التحليلية. السمك بيعيش بالمحيطات بالبحار بالقرب من مصابات التلوص. اوكي فينا نقول. لكن الملوسات بشكل عام تكون اقل تراكيز في الاجزاء المتحركة. كون هذه الاجزاء المتحركة اثناء الحركة تحتاج لطاقة وهذه الطاقة تقوم بتفكيك جميع الملوسات العضوية وحتى المعادن ما بتقدر تتركز بالمناطق المتحركة. هذه النقطة انا درست دراسة مخبرية في بحسي الدكترة. وبتقدروا انتو تشوفوا البحاث العلمية اللي انا ناشرتها من خلال البحث عن اسمي باللغة الانجليزية بموقع جوجل. النتائج اللي انا حصلت عليها بعد الدراسة المخبرية والعلمية ان الاجزاء المتحركة تحتوي على كمية ضئيلة جدا من الملوسات. لانه متل ما خبرتكن الجسم بيكون استقلبة. على سبيل المثال كانت دراسة اين تتركز الصادات بجسم الكائن الحي واخدت على سبيل المثال والدراسة الدجاج. وكانت النتيجة ان الدجاج تم تركيز الصادات في الكبد ولحم الصدر. ليش كانت الكمية منخفضة في الجانح والفخز؟ لانه هذه الاجزاء متحركة. ومنسقط نفس الدراسة على الاسماك. فبتشكر صديقنا على هذه الملاحظة القيمة. ومنتمنى يكون بناتنا عصف علمي. وشكرا جزيلا واكيد منلتقى بسؤال تاني. اللي عم بيتابعني اول مرة معكم الدكتورة لبينة خبيرة التغزيلة علاجية. تقدروا تشوفوا بروفايلي وتتعرفوا على كل الابحاث العلمية اللي انا ناشرتها. وايضا تتابعوا كل منشوراتي بالتغزيلة علاجية. محبتي. اشتركوا في القناة